أهلاً وسهلاً اليوم سندرس درس من واحدة الثانية قسم الأول درس A في هذا الدرس سنهتم قاعدة حالة الوجود حالة الوجود يعني لاحقة D أو D اسمه المتن أكل المدرسة هذه الصفحة من كتابكم ممكن تتابعوا من هنا نبتع مرحبا مرحبا بنيم أدم اسمي أنا اسمي أم لحقاة الملكية لدمير أنا بنيم أدم كيت ممكن تقرؤون هذا قطة ولكن هذا الاسم ليسى تركي لهذا السبب نقرؤه كما يلفظون عند بلديهم هذا الاسم اسم انجليزي كيف نقرأ بالانجليزي هكذا نقرأ كيت كيت benim adım كيت اسمي كيت بان انا اسبانيalı اسباني انا اسباني انا نضيف انا اسباني بيضمير بان يجب أن نضيف هذه اللاحقة بان اسبانيليم ننظر إلى آخر حرف صعوتي من الكلمة ا ولاحقة تبدي بي اذا لأن لا يسكت اي حرف من الوسول يجب أن نستخدم حرف يما ي ي بينهم بان اسبانيليم انا اسباني براسي هنا عندما نشير الماكن نستخدم هذه الكلمة براسي يعني هنا لمكان قريب براسي بنام اخلوم ايضا ام لاحقة الملكية هنا مدرسة لماذا اختارنا هذه اللاحقة ام بسبب آخر حرف صعوتي في الكلمة اكل عندما لفظنا اكل شفهانا مضموم واللاحقة ثقيل حرف ثقيل اكل لهذا السبب بدأت اللاحقة مناسب إليه عندما الفظ اللاحقة ايضا شفهانا مضموم والحرف ثقيل اكل اكل لأن يكون سهل على اللسان اكل المدرسة طبحانا طبحانا اسم المكان اسم المنطقة في اسطنبول طبحانا د في طبحانا طيب لماذا اختارنا د ولم نختار د لاحقة د لأجل آخر حرف صعوتي في الكلمة طبحانا ا ا حرف صوتي خفيف واللاحقة مناسب إليه د حرف صوتي يعني فيه حرف صوتي خفيف طبحان د جربوا أن تلفزوا بحرف صوتي ثقيل د صعب طبحان د هكذا أسهل لماذا وضعنا هذه الإشارة بأن نفصل بين اسم خاص طبحانا اسم خاص اسم المنطقة والد لاحقة نستخدم بينهم هذه هذه الإشارة وطبحانا قط طابق قط طابق قط ل ذات طوابق سنتعلم هذه القاعدة ولكن في مستوى الثاني حيث في مستوى الأول أكل ألت قط ل ألت قط شمد ألت سفلي قط طابق ألت قط انتبهوا إلى هنا أولا أولا أصل لاحقة تعرفون ض أو د يعني يبدأ بحرف د وليس ت الكلمة انتهى بحرف ت حرف ت من الأحرف فستكتشهب فستكتشهب أيضا فيه حرف ت إذن يجب أن نحول د إلى ت يعني بدلا د يجب أن يكون ت قط طيب لماذا لم نكن د بدلا د أو لماذا لم نكن ت بدلا د أو د لأن آخر حرص صوتي في الكلمة أ هو ثقي وأختار لحقة ثقي إلى ت ألت قط ت د د د د د د د د آت قط يعني في الطابق السفلي أو فيس أو فيس مكتبة أو فيس لار مكاتب لار لاحقة الجمع أيضا نفس الشيء آخر حرف صوتي في الكلمة خفيف لهذا السبب لاحقة لار خفيفة وار يوجد أو توجد توجد مكاتب في الطابق السفلي آت قط أو فيس لار وار أو فيس لار المكاتب بيك كبيرة أو فيس لار د في المكاتب بسبب آخر حرف صوتي في الكلمة اخترنا لاحقة سفيفة أوفيس لار د مسال مسا آ آ حرف صوتي الثقيل واللاحقة ثقيل مسال طاولات كولتق كنابات بيك صيحر حواسيب دولاب خزائن ضر في المكاتب توج يوجد وار مسال طاولات كولتق كنابات بيكسيار حواسيب دولاب خزائن يجب أن يحويل جنب الأرقام هذا يعني رقم ترتبي وهاكذا نقر كنبات 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 سينابات كنبات تابق كنبات تابق كنبات كنبات التوابق في التوابق سنف صف Sınıflar Sufuf Var يوجد Sufuf في الطوابك ساني سالس رابع ونخامس Okul medrese Okulda في المدرسة Okulda 10 10 Sınıf Sufuf بالعربية يجب أن يكون جميع سنف يعني يجب أن يكون 10 سنف ولكن في لغة تركيا عندما يكون رقم جميع يعني عندما يكون رقم عدد والماعدود لا يكون جميع يكون مفرد 10 سنف 10 سنف var يوجد في المدرسة 10 سنف هر يعني كول سنف كول سنف هر سنف ت أولا بسبب هارف إ لحيق سقيا و بسبب هارف ف لحيق يعني هارف د هولا إلا ت سنف ت في السف 15 15 15 15 öğrenci طلاب var يوجد هناك كتب غلط 10 15 öğrenci var يوجد 15 15 طلاب في كول سف سنف سنف سف سنف سف 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 وردا في الصف سندالية كرسي سندالية لار كرسي انتبهوا عندما يكون آخر حرف صوتي خفيف لاحقة خفيف عندما يكون آخر حرف صوتي ثقيل ولاحقة ثقيل نفس الشيء هنا 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 ردا هاك فقط من أخر سف سف سر لعم اكات لَمْبَا مِسْبَحْ لَمْبَالَرْ مُسَابِحْ بِالجِسَيَارْ حَازُوْا كِلْمَ مُفْرَتْ وَيَزْي تَحْتَسِ لَوْحْ كِتَابَ يَزْي تَحْتَسِ سَ هَرْفْ هِمَايَةْ أَصُلْ كَلِمَ تَحْتَ سَبُّورَ او لَوْحْ اَسَنَةَ عَلَمْ هُنَاكِ اَ لَاحِقَ يَزْي تَحْتَسِ لَوْحْ كِتَابَ Şimdi, el-an, sınıflarda, fi-sufuf, sınıflarda öğrenciler, tullab, yok, yok, لا يوجد لا يوجد, tullab, öğrenciler, yok Çünkü, لِاَنَّا, öğrenciler, tullab, teneffüs teneffüs, yani, فَتْرَ الْرَاحَةَ او الْاِسْتِرَاحَةَ teneffüs, teneffüs, t yani, ال-an, tullab fi-fetra-raha yani, انتهat dars سَيَبْدَعْ دَرْسِ جَدِينَ بَيْنَهُمْ يَسْتَرِحُونَ الطُّلَابْ teneffüs, t بسبب, harf s fustakçı şahab d, حوال ila t وَبِسَبَبْ حَرْفُ اُ لَاحِقَ خَف۪يل وَكُلْدَا فِي الْمَدْرَسَةِ وُوْ حَرْف ثَقِيل لِهَذَا السَّبَبْ لَاحِقَ ثَقِيل لَيْسَ مِنَ الْأَحْرُ فُسْتِقْتِ شَهَبْ لِهَذَ السَّبَبْ دَمْ يَتَحَوّل ila t çok çok yani كثير او جidden çok güzel جميل جidden بِيْرَ bir aslan أحَد ولكن مُمكِننَ استخدمه بدلا لِيَنْ نَجَعْ لِنَكِرَ الْكَلِمَ الْكَلِمَ لِتِي بَارْدَهُ بِيْرْ كَنْتٍ yani مَقْصَف مَقْصَفٌ كَفَتَاريَا الْمَدْرَسَةِ مَقْصَفٌ مَقْصَفٌ var العلوي قط يعني طابق العلوي استقطة في الطابق العلوي بسبب حرف A لاحق ثقيل وبسبب حرف T من اللحظة في شهر D حول إلى T كانت د في المقصف كانت د في صندليل كرسي مساء تاويلات تلفزيون تلفزيون ييجاك الطعام الأكلات ويجاك الشراب يوجد كانت د في المقصف جدا قالبالك مزحيم جدا بطن جميع بطن أغرنجل جميع الطلابي بطن أغرنجل لار لاحق تل جميع كانت د في المقصف هارف أغرنجل دولار sekretar ofiste ikinci dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var okulda on sınıf var her sınıfta on beş öğrenci var sınıflarda sandalyeler sıralar kalemler kitaplar sözlükler defterler lambalar bilgisayar ve yazı tahtası var şimdi sınıflarda öğrenciler yok çünkü öğrenciler teneffüste okulda çok güzel bir kantin var kantin üst kantinde sandalyeler masalar televizyon yiyecekler ve içecekler var kantin çok kalabalık bütün öğrenciler kantinde biri ya da ikinci yiyecekler yiyecekler bunu iblic yiyecekler yiyecekler hay sağlık hires أريد منكم أن تنتبهوا أحرف الصوتية جدا في أي حرف صوتي أي لاحقا نستخدم متى يتحول حرف دائلات واستخدام الأسئلة وارج مع حل إن شاء الله سنمارس هذه القواعد في دعس الممارسة مع السلام